بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نقدم الدرس الحادي عشر بالاقتصاد الكولي في إطار مشروع تعميم المعرفة الذي نقدمه لله ثم لله ثم لله أرجو أن يكون صدقة جارية بميزان حسناتنا جميعا في هذا الدرس سيكون سريع طبعا ليس أكثر من أربعة دقائق أو خمس دقائق بإذن الله سأتعرض إلى ما يسمى بكيف نحصل نحصل بالرقم القياسي لأسعار المستهلك Consumer Price Index أو CPI Consumer Price Index أو CPI والرقم القياسي لأسعار المستهلك طبعا نحتاج إلى هذا الرقم لنستخدمه كتقريبا تقريبا من قياس عن التضخم أو مستوى الأسعار العام في الدرس العاشة كنت أنهيت ما يسمى بسوق السلع دخلنا بالاستهلاك والإدخار الاستثمار نفقات الحكومة والصادرات المستوردات كلها تشكل ما يسمى بسوق السلع حتى نقدم ونجهز الطلبة أحباء المتابعين لما يسمى الطلب الكلي والعرض الكلي اللي هو سوق السلع والسوق الإنتاج بشكل عام فلابد من أن ندخل مفهوم الأسعار لأن الآن سنقيم كل السلع بالأسعار فمن عادة الاقتصاديين أن نستخدموا مؤشر أسعار المستهلك بقياساً لتضخم على الرغم من وجود مؤشرات أخرى لكن أسعار المستهلكية الأسهل في التطبيق والأقرب للواقع ومعظم الناس نحتاجوها دعنا نضرب مثال على طريقة حساب الرقم القياسي الرقم القياسي للأسعار طبعاً واستنتاج معدل التضخم التقريب منه لنفترض بأن سلة الاستهلاك في اقتصاد ما بشكل عام عن المستهلكين طبعاً فرضية بسيطة جداً جداً لكن منها نستنتج يعني كيف نقوم بالعملية على أرض الواقع بتكون صحيحة فلنفترض بأن سلة الاستهلاك في اقتصاد ما تتكون من أربع سلع نفترض بأنها سلة بسيطة جداً بهدف توضيح المثال طبعاً والسلع هي حليب طحين ملابس وأحذية بدنا نفترض هلأ أرجو من سلة المتابعين وأحبة الطلبة يعني نفترض سلع بسيط طبعاً أن الحليب سلعة متجانسة أن الطحين سلعة متجانسة معناها كليةها على شكلة بعضها البعض الملابس وكأنها يعني تشبه بعضها البعض والأحذية كلية تشبهها بعض بعض فعندي أربع سلع أريد أن أستنتج منها كيف نحسب الرقم القياسي لها فلنفترض الآن مثال على ذلك مثال رقمي نفترض بأن أسعار هذه السلع كانت كما يلي بالدينار إذا أكل سلع عندي السلعة هنا في هذه الخانة سعرها في طبعاً سلعها سعرها في العام 2016 كان كما كذا يعني سأوضحه بعد قليل سعرها في العام 2017 سعرها في العام 2018 سعرها في العام 2019 الآن الحليب لنفترض بأنه كان ثلاثة أربعة دينار خمس وسبعين قرش لكل لتر تقريباً يعني متوسط سعر في 2016 كان السعر أو أصبح السعر في 2017 دينار لكل لتر أصبح السعر سنة 2018 دينار وعشرة بالمئة من دينار لكل لتر وأخيراً سنة 2019 أصبح السعر دينار وخمس وثلاثين بالمئة من دينار لكل لتر انتهينا من أول سلعة السلعة الثانية الطحين لنفترض بأنه كان سعر الطحين بالكيلوغرام طبعاً بالدينار لكل كيلوغرام دينار في سنة 2016 العام 2016 في العام 2017 أصبح دينار وخمس وطاعتم من دينار لكل كيلوغرام في العام 2018 أصبح دينار و30% من دينار لكل كيلوغرام وأخيرا سعرها أو سعر الكيلوغرام للطحين في 2019 كان دينار ونصف و1.50% دينار ونصف لكل كيلوغرام السلعة الثالثة ملابس كان الوحدة الواحدة سعرها 10 دنانير في العام 2016 أصبح السعر في العام 2017 10 دنانير و30% من الدينار لكل وحدة أصبح السعر في العام 2018 11 دينار و30% من الدينار لكل وحدة وأخيرا السعر مع نهاية 2019 أصبح 11 دينار ونصف الدينار لكل وحدة وآخر السلعة اللي هي أحدية كان السعر لكل زوج طبعا كان السعر 15 دينار لكل زوج في نهاية عام 2016 في نهاية العام 2017 أصبح السعر 16.30% من الدينار لكل زوج في نهاية 2018 أصبح السعر 16.30 بقية نلاحظون بقية السعر لكل زوج 16.30 يعني سنة 2017 لم يرتفع ترتفع أسعار الأحدية لكن أخيرا سعر الأحدية لكل زوج في نهاية 2019 من المتوسط أصبح 17 دينار ونصف المجموعة الآن نجمع يعني أول خطوة بعد ما عرفنا الأسعار نجمع أسعار الأسعار المستهلك التي دفع يعني الآن ثمن سلة المستهلك في العام 2016 كان 26 دينار وثلاثة أربع 26.30 دينار السلة نفسها التي تتكون من أربع سلع حليب طحين ملابس أحدية التي كانت تكلف المستهلك يدفع مقابلها لكل وحدة طبعا 26.30 دينار وثلاثة أربع دينار أصبح سعرها الآن أو تكلفه 28 دينار 28 دينارا و75 مليون من الدينار ارتفع السعر في العام 2018 من 28 إلى 30 لاحظة الارتفاع السعر الآن من 26.34 إلى 28.34 إلى 30 مع نهاية 2018 هذه المجموعة يعني كلفة السلة لكل سنة وآخر سنة كلفة السلة نفسها من السلع الأربع حليب طحين ملابس أحدية أصبحت تكلف المستهلك 31 دينار و85 بالمئة من الدينار الآن نتمم كمثال الآن لابد من اختيار سنة أساس سنة الأساس هي السنة التي نقارن بها هي السنة المرجعية نقارن بها أسعار السنوات الأخرى من نسبة لها نختار أي سنة لكن عادة نختار السنة الأولى في أي هذا فحصلنا قبل قليل على المجميع التالية المجموعة للسنة 2016 26.34 المجموعة للسنة 2017 28.34 المجموعة للسنة 2018 وآخر سنة سنة 2019 كان المجموعة 31.85% من الدينار الآن فإذا كان السنة الأساس 2016 هي السنة السنة الأساس 2016 فإن الرقم القياسي الأسعار يكون كما يأتي لكل سنة من السنوات الأربعة السنة الأولى الآن قسمنا مجموعة أسعار كلفة السلة على المسارك على كلفة الكلفة نفسها اللي هي سنة 2016 ضرب وتساوى واحة صحية طبعا الواحة صحية من ضربها 100% فبتكون بالحالة يعني إشي منطقي أنه كلفة السلة في سنة 2016 تساوى 100% من نفسها من نفسها الآن ما الذي حدثت السنة التالية اللي هي سنة 2017 لأن الأسعار تفعت من 26.75 إلى 28.75 فمن قسم الثمانية وعشرين وخمسمية على سنة الأساس قيمة سنة الأساس فبتكون بالحالة هاي تقريبا واحد فاصل صفر سبعة ونص ضربي بالمية وتساوي مية وسبعة ونص بمعنى آخر الآن ارتفعت الأسعار من سنة الأساس إلى السنة التالية لسنة 2017 بنسبة سبعة ونص بالمية ما الذي حدث في سنة 2018 نقسم أسعار للألفين وثمانتاش كلفة السلة في سنة 2018 على كلفة السلة لسنة 2016 اللي هي سنة الأساس فبكون بالحالة هاي بعطينا الجواب واحد فاصل اتناش نضربها في مية بالمية وتساوي مية وثمانتاش بالمية وأخيرا سنة 2019 ارتفعت الأسعار طبعا إلى وحدة وثلاثين وخمتمين لكن نقارنها بأسعار سنة الأساس فمن نقسم أحنا أسعار سنة 2019 على أسعار سنة الأساس أو كلفة السلة الأساس وتساوي مية طبعا واحد وثلاثة عشر ضربية بالمية تساوي مية وثلاثة عشر بالمية اللي هي ارتفعت الأسعار إلى سنة الأساس نسبة إلى هذه السنة وبالتالي الآن ارتفعت الأسعار من سنة الأساس إلى سنة الألثين وثلاثة عشر بنسبة سبعة ونصف بالمية يعني كأننا نقول بأن التضخم في هذه السنة من سنة الألثين وثلاثة عشر لألثين وثلاثة عشر كان بنسبة أو معدل سبعة ونصف بالمية الآن من سنة الأساس للسنة الثمنطاش للسنة الثمنطاش يعني اللي هي 2018 ارتفعت الأسعار بالنسبة 12% بمعنى كأمنا نقول بأن معدل التضخم من هذه السنة إلى السنة الثالثة اللي هي الأولى الثاني الثالثة أو سنة الأساس السنة التي يليها وهكذا فارتفعت بالنسبة 12% معدل التضخم تقريبا كان 12% بين سنة الأساس اللي هي سنة 2016 وسنة 2018 وأخيرا الآن أنه ارتفعت الأسعار من سنة الأساس أو كلفة تنسلة من سنة الأساس إلى سنة 2017 بنسبة 19% بنسبة 19% وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائد المرجوع للكل وأرجو من طلبة الأحباء في مساء القصاد الكلي أن يعودوا إلى الدروس العشرة السابقة حتى ندخل بسوق السلع إن شاء الله بفهم ودراي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته